هل الضياغم من نزارة بن عنزة بن وائل البعض يستغرب يقول كيف الضياغم يرجعون عن عنزة بن وائل في كتاب طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب الملكة لي من عمر بن رسول الذي ذكر الأنساب هو له مؤلفات كثيرة لكن من ضمنها هذا الكتاب يتكلم عن الأنساب وذكر أنساب العرب وفصل فيها وذكر أنساب الضياغم وذكر الضياغم وذكر أنهم أبناء روح ابن المدرك وفصل فيهم وذكر عددهم بالاسم حتى أني رجعت وعديتهم أنا بنفسي وصلحت المشجرة على كلام على كلام بالرسول وطلعوا عندي العدد مئة وثمانية وخمسين بعضهم ذكرهم بعضهم قال مثلا فلان له ستة ابناء فلان له خمسة ابناء فلان له ولدين فأنا عديتهم الضياغم مئة وثمانية وخمسين من فرعيهم فرعى الضياغم وفرعى الراشد مئة وثمانية وخمسين اسم ضياغم بعد ما تكلم وذكر الضياغم قال وقيل أنهم من نزار ابن عنز ابن نواي راح أذكر لكم كلامه بالرسول يقول بالرسول بكتابه طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب في الصفحة المية وعشرين نسب آل منيف وهم آل ضيغم وآل راشد من جم هنا يثبت أنهم من جم جم من قحطان من مذحج من قحطان يقول نسب آل منيف وهم آل ضيغم وآل راشد من جم وهم المعروفون بالمعضد وهو المعضد يعني منيف وهو منيف بن ضيغم وبمنيف بن جابر بن علي بن عبدالرب بن ربيع بن سليمان بن عبدالرحمن بن روح بن مدرك بن عبدالحميد بن مدرك توقفين بس ذكر سابقا قال إنهم من جم يعني روح هذا من جم بعد ما تكلم جاب نسبهم قال وقيل أنهم من نزار بن عنز بن وائل بن قاصط بن منبه بن أفصى بن دعمي بن جديله بن أسد بن ربيعه بن نزار بن معد بن عدنان دخلوا في نسب جم لأن أمهم عبيدة بنت مهلهل بن ربيع التغلبي من تغلب بن وائل أخوه عنز بن وائل تزوجها روح بن مدرك من بعد معاوية بن عمر بن معاوية بن الحارث الجنبي وأخوانهم من أمهم يعني أخوان الضياغة من أمهم ذولا آل عائد وآل شداد وبن قيس وآل سفر وآل صلت أو آل الصلت وأصحابهم ويسمون الأبطن يعني هذول أخوانهم من الأم يسمون الأبطن من ولد هذا معاوية الجنبي فنسب إليهم فنسبوا إليهم يقول انتهى كلامه كلامه بالرسول أو ذكر بالبداية أنهم من جنب بعدين قال وقيلة وعددها وقيلة ثم بالنهاية وقيل طيب كيف نرد على الكلام هذا أولا لم يجزم بصحة نسب الضياغ إلى نزار بن عنز بن وائه بالصفحة 120 ما جزم إنه قال وقيلة أنهم وهي قيلة هذه تضعيفية مبنية على الشك والريب وعدم الجزم يعني ما ما جزم بالنسب إنه قال وقيلة زي ما تقولك والله سمعنا كذا سمعنا كذا ويقال إنه كذا ويقال إنه كذا مو صحيح يعني ما ما جزم طيب وقال أنهم من نزار بن عنز بن وائه في أول كلام أول كلامه قال إنهم من نزار بن عنز بن وائه وبآخر كلامه إيش يقول يقول دخلوا في نسب جنب لأن أمهم عبيدة بنت مهالهل بن ربيع التغلبي من تغلب بن وائه أخو عنز بن وائه هنا يقول إنهم من تغلب بن وائه بن وائه وأول كلامه يقول إنهم من نزار بن عنز بن وائه فها اختلفت سلسلة النسب كيف إنهم مرة يقول من عنز بن وائه ومرة يقول من تغلب بن وائه صار خلط هنا عنده الكلام هذا يتضح عدم الصحة الرد الثالث عليه في صفحة تسعة بنفس الكتاب نفس كتاب طرفة الأصحاب أو ذكر نسب الضياغ بالصفحة مية وعشرين سلسلها أو ذكرهم ثلاث مرات ذكرهم صفحة تسعة ذكرهم صفحة خمسة ثلاثين ذكرهم صفحة مية وعشرين بالصفحة تسعة بأول الكتاب يتحدث عن أنساب القبائل وذكر ميء مذحج وقال قبائل مذحج جلد وسعد العشيرة وتكلم ثم وبني عبيدة أو بني عبيدة يتكلم عن قبائل مذحج وعددهم جلد وسعد العشيرة وبدين قال وبني عبيدة بنت مهلهل هنا أثبت 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 أنه يتكلم بالكلام ويتكلم من قبائل مذحج هنا أثبت بني عبيدة بنت مهلهل قال إن هذا ولا من قبائل مذحج هنا أثبات في الصفحة ذاك بالصفحة تسعة بالصفحة الخمسة ثلاثين يقول نسب مذحج ويرجع إلى كهلان هو يتكلم عن نسب مذحج يقول نسب مذحج ويرجع إلى كهلان وهو مذحج بالذال المعجمة مذحج يعني واسمه مالك ابن أدد ابن زيد ابن عمرو ابن عريب ابن زيد ابن كهلان يفصله بنسم مذحج ثم يذكر أولاد مذحج والقبائل المشهورة من مذحج بالرسول هذا يذكر القبائل ولا أولاد مذحج ذكرهم فصلهم وبدين جاء الكلام قال وبنوا عبيدة من مذحج وعبيدة هنا متأكد هو يقول وبني عبيدة من مذحج وعبيدة اسم امرأة وهي عبيدة بنت المهلهل التغلبي يقصد الزير الزير أخو بنت المهلهل التغلبي أخو كري يقول وعبيدة هي بنت مهلهل التغلبي تزوجت في جم فنسبت ولدها إليها منهم أصحاب الجوف ومنهم شهوات هنا يأكد يأكد على نسبهم يقول أن هذه عبيدة بنت مهلهل تزوجت في جم جم من مذحج من قحطان يقول فنسبت ولدها إليها منهم أصحاب الجوف الجوف بليما ليس الجوف بسعودية منهم أصحاب الجوف يعني من من جم هذا ولا أصحاب الجوف يعني أهل الجوف ومنهم شهوان يعني من أصحاب الجوف اللي هم من جم شهوان الضيغم شهوان بن منصور بن ضيغم إلينا متأكد إنه هو متأكد هنا وفصلهم تفصيل عجيب إلينا هنا إثبات وهنا أثبت بما لا يقطع الشك عن شهوان من مذحج وأن أبناء عبيدة من جم المذحجية بهذا ينتهي اللبس والكلام الضيغم من أبناء نزارة بن عنز بن وائد هنا بكلام كتاب طرفة الأصحاب طيب نروح للكتاب الإيناس في علم الأنساب للوزير المغربي المتوفى عام 408 هجري هذا أقدم من بالرسول بالرسول توفى عام 696 هو اللي قال وقيل أنهم من نزارة بن عنز بن وائد بالرسول هذا اللي يقول يعني هو متوفى بالرسول عام 696 هجري هذا الوزير المغربي بكتاب الإيناس في علم الأنساب توفى عام 408 يعني بينهم حوالي 280 سنة وش يقول يقول ذكر من الأسماء المتشابهة بالأنساب هذا الوزير المغربي قال فيه أسماء متشابهة من ضمنها بكر بن وائل من عدنان وبكر بن وائل من قحطان هنا تضحت الرؤية يقول بكر بن وائل فيه بعدنان وفيه بكر بن وائل فيه قحطان وهناك بالرسول يقول وقيل أنهم من عنز بن وائل يعني فيه قحطان فيه بكر بن وائل في قحطان فيه واحد بعد مؤلف سبق بالرسول فيه ذكر الضياغم واللي هو الإمام أحمد بن سليمان ملك اليمن المتوفي عام 566 هو طبعا عاش بالفترة من خمسمائة وثنين وثلاثين إلى خمسمائة وستة وستين هجري ذكر منيف بن جابر بن علي بن عبد الرب منيف بن جابر اللي هو المعضد المعضد اللي هو جد الضياغم الضياغم والراشد فيه كتاب سيرة الإمام أحمد بن سليمان بالصفح المتين وواحد يقول ذكر منيف بن جابر بن علي بن عبد الرب بن ربيع بن سليمان بن عبد الرحمن بن روح بن مدرك وأثبت أنه مضحجي من قحطان القصيدة قصيدة الإمام أحمد بن سليمان هذا من ملوك كليما يقول طبعا هو استفزع بمنيف بن 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 جابر بن بن جابر كان حاكم في منطقة التثليث وما حولها وعلى القبائل اللي عنده واستفزع فيه وجاء هب لنجدة أحمد بن سليمان وجاء معه جيش راح أذكر بمصوصة القادمة إن شاء الله أذكر بمشاهدة يقول يمدح منيف بن جابر هذا الإمام حمد بن سليمان بسيط يقول ودعوت ذا العلياء منيفا دعوة يقول دعوت ذا العلياء منيف ودعوت ذا العلياء منيفا دعوة فأجابك السبع الفروس الصائلي وله مكارم من أبيه وجده فمشهودة وسمت بعز طائلي هم رؤوس قحطان وذروة مذهج ما أي قحطان لهم بمشاكل وأتى بن جابر عندما ناديته بالخيل يجري ليس بالمتثافر هو يقول دعيت منيف وأجاب يقول له مكارم من أبيه وجده يقول هم رؤوس قحطان وذروة مذهج من أي قحطان لهم بمشاكل هو الآن أرجع منيف إلى مذهج من قحطان طبعا هذا كلام موجود بسيرة الإمام أحمد بن سليمان بالصباح ميتين وواحد ومعروف القصة هذه معروف القصة والقصيدة وذكرت مصادر أخرى راح أذكرها هنا اتضحت الرؤية أن الضياغ من مذهج ذكرها أحمد بن سليمان أحمد بن سليمان قابل أبو الرسول بحوالي مئة وخمسين سنة بقصيدة فجحان الفراوي أمريخي أمطيري اللي ذكرها على لسان الأمير محمد بن رشيد وجهها الغزالان اللي هو الأمير محمد بن سعود بن فيصل أهل سعود طبعا هذه القصيدة من ضمن بيت يقول حنا الضياغ موصلنا بقحطاني وانتم بني وايل صحيخ بلا ظن هنا إثبات يعني يقول حنا الضياغ موصلنا بقحطاني يقصد بالرشيد لأن القصيدة على لسان بالرشيد وحنا الضياغ موصلنا بقحطاني هنا أرجع الضياغ ملقى حطان مع أن البعض يشكك بالبيت هذا القصيدة لكن متوارد وموجود بالمصادر لكن هنا في أبيات ثانية تدعم للشيء هذا يقول حنا الضياغ موصلنا بقحطاني وانتم بني واي صحيح بالرشيد معروف القصيدة حقا فجعان الفراوي ورد غزلان عليها طيب الدليل الثامن في قصيدة الشهوان ابن منصور الضيغمي يقول من هود من شانا يعني عن النبي هود عليه السلام من هود من شانا وقحطان جدنا ولا تنشد إلا عن الكريم المعتدي ضياغ من يويل منه ضدنا نسقيه من مرة الشراب الحضري ويقول من هود من شانا وقحطان جدنا هذا يدل أنه من قحطان من هود من شانا وقحطان جدنا ولا تنشد إلا عن الكريم المعتدي ضياغ من يويل منه ضدنا نسقيه من مرة الشراب الحضري طبعا قحطان القديمة وليست القحطان الغالية أصل العرب من العرب قحطان وعدنان الدليل التاسع قصيدة بن حلاث يقول انسألت عنا يصويطي قحاطي عواص من ولي إحذان لفايق وحن وعبده ولها يازع بجدين للطام تن يوم اللق كل ما وفي قول يقول وحن وعبده وضي ضياغم جدين للطام تن يوم اللق كل ما يقول انسألت عنا حن قحاطين يعني نرجع لضياغم حن وعبده ولها يازع بجدين وفي قول حن وعبده والضياغم بجدين الزبدة يقول حن وعبده بجدين يعني نسبنا كلنا نرجع لنسب لضياغم الدليل العاشر قصيدة الشيخ صالح بن فهيد بن معين العبيدي القحطاني هذا الشيخ صالح عاش في زمن الأمير محمد بن رشيد رحمهم الله جميعا وردت هذه القصيدة في كتاب فرسان من وادي سبأ قصة رحيل الضياغم وحروبهم في الصفحة 157 فقال قصيدة طويلة بالأمير محمد بن رشيد يوم كان وقته حاكم نجي كان محمد بن رشيد مستولي على نجي جميعها ذكر قصيدة طويلة وأثبت أنه ضياغمي أو حنوياك يعني ضياغم وأنك بنعملنا في الدليل الحادي عشر قصيدة الشاعر ظافر بن جلي غم الفهري العبيدي القحطاني في كتاب شعراء وفرسان من الصحراء لمحمد الهاجري هذا مطبوع عام 1992 في الصفحة 143 يقول بعد ما أخذ الأمير محمد بن عبدالله رشيد أبل الفهر في أحد غزواته وأثناء حكم حكمه لنجد جاء وفد من عبيدة من عبيدة قحطان وقابلوا بالرشيد يطلبون نرجع على الأبل ويستعطفون بالرشيد فعاد لهم أموالهم حيث قال بن جليغم قال قصيدة طبعا يقول خمسة عشر ما بين جدي وجدة ونشهد نعدي وعده وكيدي يقول أن الضيغم يعني محمد بن رشيد أول شيء يثبت أنه ضيغم يقول الضيغم ما نمدحه لجي المدة غير بن عم لي وفعله يزيدي خمسة عشر ما بين جدي وجدة ونشهد نعدي وعده وكيدي طبعا يقول بالكتاب يقول أن بن رشيد الأمير محمد بن رشيد ضحك وقال الله يغرب لك يا ظافر بن جليغم أنا وأنت بثلاثة عشر جد ما وصلنا إلى خمسة عشر قال ظافر قال والله أدري أطول العمر لكن القاف ما يركب على خمسة عشر هنا دليل دليل واضح ترجمة نانسي قنقر